دعات الحرب موجودون في كل إدارة أمريكية هذا ليس بشيء جديد لكننا لا نترث بهذا البيان لأن الأمر لا يتعلق بهذا البيان بل بالسياسة والأفعال الفرق بين هذه الإدارة والإدارات التي سبقتها إدارة بوش مثلا هو أن بوش أرسل قواته أما هذه الإدارة فترسل المرتزقة وتتغاضى عما فعلته السعودية وتركيا وقطر منذ بداية الأزمة إذن فالسياسة هي نفسها إنها سياسة قائمة على العسكرة لكن بطرق مختلفة وبالتالي فإن هذا البيان لا يختلف عن الواقع القائم على الأرض إنه يطالب بالحرب والواقع الموجود على الأرض هو حرب فعلية